ايه يا رمعيسة عشرين ايه دي خطيرة قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله جنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الايه دي من اكتر الايات اللي الناس مش فاهمها فاكرين ان فيه بيت هيتهد على دماغ الناس ركز معاين ربنا بيتكلم عن مين المستكبرين كوي اللي بيشركوا مع الله وبيدعوا الناس بيدعوا الناس لترك التوحيد وللشرك بالله الناس دول مش قاعدين يتفرجوا على التلفزيون دول قاعدين يخططوا كويس ازاي يصرفوا الناس عن الاسلام اسمع الاية قد مكر الذين من قبلهم قبل المستكبرين بتوعك دول يا محمد اللي موجودين معاك في الزمن بتاعك ده قبلهم في ناس مكرت قبل كده وقلنا المكر هو التخفيط في الخفاء وفي مكر سيء ومكر مش سيء مكر جيد في سورة فاطر ربنا بيقول في سورة فاطر وَلَا يَحِيقُوا الْمَكْرُوا السيءُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ المستكبرين بيمكروا ليهدموا التوحيد ويقتلوا الأنبياء والله يمكر لإفساد خططهم فربنا بيمكر يمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين ونسبع رفع الحاجات دي اللي من جول عشان خطر اللي من دول عشان خطموا فرنسا عشان اسمه ماكرون لكن في سورة آل عمران ربنا بيقول وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُوا الْمَاكْرِينَ إيه بقى مكر الله معقول حد وهجمونا الإسلام والفرنس بيهجمونا دول عندهم ربنا منكار طيب اسمع كده إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطاهرك من الذين كفروا إذن مكر الله هو إنقاذ سيدنا عيسى هم بيمكروا بسيدنا عيسى عشان يقتلوه ويسلبوه ومكر الله هو المكر الجيد مش المكر السيء فانين مكر السيء ده مكر جيد اللي هم بيتأمروا على المؤمنين وربنا بيمكر لهم إنه يفسد خططهم هو ده المكر مكر الله في آخر سورة الرعب إحنا أخذنا إيه بقى فيش من أسبوع أخذنا إيه وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا احفظ الآية كويس وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعني مكر الله بيجب من الآخر المكر كله اللي عاديين شووا المكر لا تعالوا وريكم المكر مش زي مكر كل الخيبان في ضوء الفهم ده في ضوء الآية دي تعالوا نقرأ الآية بتاعة 26 دلوقتي وقد مكر الذين من قبلهم اسمع فأتى الله بنيانهم من القواعد هو ده مكر الله هو ده المكر جميعا مش الآية في سورة الرعب بتقول وقد مكر الذين من قبلهم والآية 26 بتقول قد مكر الذين من قبلهم في سورة الرعب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا الآية 26 في النحن قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد هو ده المكر الجميعا من الآخر ربنا طرب المبنى بتاعهم من القواعد اللي شيرها الأساسات والعمدان وكله مبنى إيه أي مبنى ده أي بلد اللي المبنى وقع في ده يا جماعة مش مبنى حقيقي الأفكار والأيديولوجيات مباني بتبنى على قواعد بني الإسلام على خمسة الخمسة دول القواعد اللي قايم عليها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إلهي سبيرا لما ربنا يقول بني الإسلام على خمس يبقى الخمسة دول مش هما الإسلام دول القواعد اللي مبنى عليها الإسلام العندان اللي مبنى عليها الإسلام واحدة من دول تكسب المبنى يقع عند الإنسان إذن المستكبرين المشركين عندهم أيديولوجيات دايما كانت مبنية على قواعد فلما تهدت القواعد وقعت الأيديولوجيات والمناهج البطلة كلها رحت فين راحت حضارة الفرس ألفين سنة في سنوات قليلة انتهدت فين راحت الحضارة الرومانية انتهدت أين ذعبت الشيوعين كامل الآية قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد ربنا بيهد من الأساس اللي اتبنت عليه هذه المناجل الفكرية الباطلة فخر عليهم السقف من فوقهم فالسقف وقع عليهم من فوقهم وما يعني هو عمد تحتهم ما كان كثيرا ربنا يقول فخر عليهم السقف لازم يعني من فوقهم طب إيه نزوم من فوقهم مفيش في القرآن كلمة زيادة من فوقهم بتبرز إن هذا السقف كان فوقهم لوقايتهم السقف بيقل الإنسان من الشمس ومن الأمطار ومن حالات كثيرة جدا إذن سبب الحماية والوقاية أصبح هو نفسه سبب الهلاك فخر عليهم السقف من فوقهم من المكان اللي كان بيحنيهم فيه كم من الآية وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وعقبهم جي من الناحية الغير متوقعة بل من ناحية حمايتهم فاللي هو كان فكره بيحنيه هو الموت طيب اللي وقع الشعي تخيلوا الهزيمة أفغانستان على أيدي المجاهدين الأفغان محدش كان يتوقع أبدا خالص وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من يصدق الاتحاد السوفيتي القوة العظمة كانوا قوتين عظميين أمريكا والاتحاد السوفيتي وما فيش واحدة فيهم أقوى من التانية والالتنين طلعوا الأمر والالتنين عندهم تكنولوجيا والالتنين عندهم أسلحة والالتنين عندهم نووي والالتنين كانوا حلفاء وكذبوا في الحرب العالمية التانية ثم ييجي مجموعة من المجاهدين الأفغان يوقعوا للتحاد السوفيتي لماذا كانت وقع ترجمة نانسي قنقر